التصعيد اخرى كمعيار من الصعب ضبطه في المشهد العراقي الذكرى الاولى تأتي متزامنة مع توتر متزايد بين امريكا وايران ومع الحديث المقرب جدا من مصادر تؤكد الحاق الضرر الاقتصادي على وجه الخصوص والسياسي الذي تسعى الى ضبطه الحكومة الحالية بمعيار ينهي فوضى الشارع الحكومة العراقية بدور رئيس مجلس وزرائها تقدم على رأس برنامجها كشف وجوه الفساد وابعاد البلاد عن الصراع الدولي لكن المعضلة الاكبر والاخطر لم تعد مجردة في نفور المستثمر والمشروع التنموي في العراق انما يعيد الموقف المؤيد لمخططات ايران ارجاع العراق الى نقطة الصفر حيث مسيرته على طريق توطيد العلاقات مع المحيط العربي والدولي هنا تذكر نقاط سجلت في مذكرة نشاط الحكومة الدبلوماسية حيث اكد الكاظمي مرارا وتكرارا اختيار لغة الهدوء والحوار وتوازن العلاقات مع كافة الاقطاب العربية والعالمية في الملخص الخطير ان الاقتصاد العراقي اليوم مرهون بتحقيق اجندات عملت عليها الحكومة مع العالم كل هذا يبقى متأخرا في حسابات الكلام المجرد من التطبيق سيما ما يعود من تهديد يركب موجة استذكار اغتيال سليماني او اية مناسبة اخرى قد تعمق لغة الفوضى وتبعد العراق عن تحقيق ضروري لاجل الوصول الى معادلة الاستقرار اشتركوا في القناة